اشتركوا في القناة حتى المحطة الاداء كما يقول بعض السائقين اه دي صندة وحدة يعنيها بطا وحدة دي صندة وحدة يعنيها بطا وحدة ما فيهاش اه كما كنتشون اخوان هنا رام دير دير هاد هاد اللي ضوضان صغار اللي بشي بشي فكروا الناس ويوعيوا الناس بشي ينقصوا شوية من السرعة بان هرا كان الخطار قدامكم هي واحد العقبال اخوان اللي خاطي راح يتطويلها بزاف مازال دارو لهم واحد محطة الاستراحة كان في الطريق على اليمين الناس اللي كيكونوا هابطين اه الشاحنات يعني يمكن اللي ميدخلوا لديك المحطة الاستراحة ياخدوا شوية الراحة دي الهوم باش يبردوا البنوات وشوية الحديدي ارتاح شوية عادي يكملوا الطريق لانه يلا بقوا كي يكملوا الطريق بها الخطورة هادي واخرا هما دير اللي هم بعض الخارجات اللي خاصين بالوقوف الخطير اه كيمشوا حتى وكيدروا اللي اخوان واحد الخرجة يعني واحد واحد الموقف ديال الخطار يعني موقف خطير منيسبة للشاحنات الوزن التقيل اللي كيكون عندهم اه مشكل في الفرامي اللي يعني في الفران يعني كيكون عنده الفران سخليه ولا مبقاش عنده الريح مع الحمول اللي عنده تقيلة اللي عنده دي سوندا صاحبه كما تشوفه معنا اللي اخوان هنا خطيرة بزاف لانه هابطة طويل على واحد المسافة طويلة بزاف يعني الشاحنات اه ما عندهش ما عندهش متنفس ما يمكنش له يبقى هابط بنفس السرعة بنفس الوزن التقيلة كما تشوفوا الاخوان هاي موقف خطير هنا يا ما بقاش عنده فران يدخل في هذا الرملاء هدي لا ما يدخل في هذا الرملاء ولا يسبب في شيء كاريته ولا يتقلب ولا يدخل في شيء في شيء شاحنات اولى السيارات على الطريق انتم وكيدلوا لهم هاد لضوضان هنا باش ينقصوا من من السرعة باش ما يبقاش لانسان في السهو يعني من كيوصل هادوك لضوضان كيحس براسه بان نورة كان هناك خطر في الامام يعني يقصوا ينقص من السرعة تحية لجميع متاتب بقناة مناظير بلادي تحية لجميع السائقين المهنيين والغير المهنيات تحية لجميع السائقات تحية للناس اللي كانت سافر معنا وتشد الطريق سواء بالحديد الصغير ولا الحديد الكبير تحية للجميع غير بالنسبة للناس اللي عندهم السيارات خفيفة ما عندهم مش مشكلة ما عندهم مش خطورة بزاف ولكن يأخذوا الاحتياطات من الشاحنات الوزن التاقيل يكونوا في الامام ديالهم ما يمشيش بعض السرعة ويتلقى بشي كاميو ولا شي كار ولا شي واحد شي بيكوب ولا شي فارغوني يكون مشارج يمتقل بزاف وغادي بشوائية مع الهرطة ويكونوا يبغطوا بذلك السرعة لكي يكونوا علامات يكونوا لوحات بانتباه انتباه الشاحنات الوزن التاقيل فراميل قوية يعني انتبهوا بشوية تحية جميع المشاهدين تحية المجموع متتب بقناة مناظر بلادي كما تشوفوا معنا الاخوان هنا الطريق رغضين مشوا يحتل المحطة الاستراحة ونكمل الطريق ستبليكم محطة الاستراحة هنا على اليمين موقف خطير واحد اخر يعني لكي يكونوا هذه المواقف لكي تكون لكي تعرف الخطورة هذا المنحضر هذا المنحضر هذا المنحضر هذا المنحضر هذا المنحضر والشاحنات والحافلات التي تحرقوا هنا في هذا الطريق بسبب الفران السخونية كي يسخنوا الروايد كي يسخنوا الديسك وكي تشعلها فيهم العافية الإخوان صافي تشعل العافية في الروايدة مثل عندهم ماء لا يقضي في ذلك شيء نتمنى السلامة لجمع مستعملة الطريق ويأخذوا الاحتياطاتهم وتلحموا بزافرة تزيد الخطورة لكي تشري بزاف لكي تكون عندك الخطورة أكثر لكي تكون المخفتة لكي تكون السلامة لكي تكون السلامة ويأتمنى السلامة الكثير من مستعملة الطريق والناس التي تكون عندهم حمولة يحاولون أن يقصوا من الصورة من البداية هذه المنحضر الناس الذين لديهم الخطورة يقفون في هذا المحضر واليأخذون صورة تبرد الشاحنة ديالهم ويكملوا تنيرا بقى عدم خطورة حتى المحطة الاداء. هنا محطة الاستراحة الناس اللي يخرجون محطة الاستراحة. اخوان احنا هنا خرجنا من محطة الاستراحة وكملين طريق حتى المحطة الاداء. تحية جميعا متتابعة على قناة مناظر بلادي وخليكم مسافرين معنا وخليكم مشادين معنا الطريق حتى نصلوا ان شاء الله محطة الاداء. شوفوا معنا الخطورة ديال هذا المنحضر ديال امس كروض. اشتركوا في القناة 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 هذا الهبطة هناك تبقى عندك هبطة باقي عندك الخطورة باقي عندك منحضار خطير جدا راكين بعد الشاحنات اللي مشيت حتى المحطة الاداء موقفت حتى المحطة الاداء اشتركوا في القناة 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 اشتركوا في القناة